معلمة آيا سوفيا التركية تتحول إلى مسجد بشكل رسمي بعد موافقة مجلس الدولة في البلاد على هذا القرار بطلب من عدة منظمات في خطوة تحضى بدعم الرئيس طيب رجب أردوغان الرئيس الذي أعلن أن طبيعة استخدام آيا سوفيا ترتبط بالسيادة تركيا معتبرا أن القرار خطوة ستسجل في صفحات التاريخ مثل كل باقي مساجدنا أبواب آيا سوفيا ستبقى مفتوحة أمام الجميع للأتراك والأجانب للمسلمين ولغير المسلمين آيا سوفيا الإرث مشترك للإنسانية ستبقى حاضنا للجميع بصفتها الجديدة بطريقة متفردة وبمجرد الانتهاء من التحضيرات نخطط لفتح آيا سوفيا لصلاة الجمعة يوم الرابع والعشرين من شهر يوليوز أردوغان رفض التدخل الخارجي بالشأن الداخلي لبلاده فيما يخص هذه القضية مؤكدا أن آيا سوفيا ستكون مفتوحة أمام الزوار من مختلف المعتقدات الدينية إلا أن القرار لم يسلم من الانتقادات التي كانت واسعة هذه المرة الاتحاد الأوروبي أبدأ سفه بشأن قرار أردوغان فيما قالت وزيرة الثقافة اليونانية إن القرار يمثل استفزازا للعالم المتحضر حسب تعبيرها أما روسيا فقد اعتبرت أن القرار قد يثير انقسامات كبرى وبدورها دعت اليونسكو تركيا إلى الحوار قبل أي قرار قد يقاوض القيمة العالمية لهذا النصب التذكري العالمي على حد قولها وتعد آيا سوفيا تحفة مغمارية شيدها البيزنطيون في القرن السادس وكانوا يتوجون أباطرتهم فيها تم تحولها إلى مسجد عام 1453 ثم إلى متحف في 1935 بقرار من رئيس الجمهورية التركية حين ذاك مصطفى كمال أتاتورك وتم إدراجها على لائحة التراث العالمي لليونسكو كما تعد واحدة من أهم المعالم السياحية في إسطنبول